معارك صنعاء على أشدها وقوات المؤتمر الشعبي تسيطر على مواقع حيوية بالعاصمة رداً على صاروخ بيونج يانج الأخير واشنطن واسول تجريان أكبر تدريبات عسكرية جوية في تاريخهما بعد ظهور تقنيات حديثة للعلاج عمليات زرع القلب قد تختفي في غضون عشرة أعوام أهلاً بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم ونبدأها من الشأن اليمني التمكنت قوات المؤتمر الشعبي بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي من السيطرة على معسكر 48 وتأمين المجمع الطبي العسكري المجاور وبسط سيطرتها على مواقع حيوية في العاصمة صنعاء كما تمكنت القوات من أسر نحو 150 من الميليشيات الحوثية شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مستهدفة مقر الفرق الأولى مدرع ومعسكر الصيانة تابع للمتمردين الحوثيين في مدينة صنعاء اليمنية تأتي هذه الغارات غدات معارك عنيفة بين المتمردين وقوات حزب المؤتمر الشعبي في شوارع المدينة استخدمت فيها الدبابات والصواريخ الحرارية من جانبه أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح فضى الشراكة رسميا مع الحوثيين مشددا على أنه بات ضروريا إنقاذ اليمن من حمقاتهم التي جوعت البلاد بسبب ضعف الرؤى الإيرانية وأشار صالح إلى أن ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لانتفاضة الشعب اليمني وكل ما يصب في مصلحته وما يحقق تطلعاته واستقراره وأمنه مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في صنعاء وأعربت المنظمة عن أملها بأن يتجاوز اليمن الأزمة التي يمر بها ليعود إلى ممارسة دوره المحوري بصورة كاملة بعيدا عن الأجندة الطائفية أعلنت قوات وحدات حماية الشعب الكردية أنها فرضت سيطرتها الكاملة على ريف دير الزور شرق سوريا بدعم من روسيا والتحالف الدولي وذكرت القوات الكردية أن قوات التحالف وروسيا قدموا الدعم الجوي واللوجستي والمشورة والتنسيق على الأرض لاستعادة ريف دير الزور من احتلال تنظيم داعش الإرهابي أفادت مصادر عسكرية عراقية أن صحراء محافظة الأنبار ما زالت تشكل خطرا على العراق حيث يقبع بها آلاف من مقاتلي داعش وينفدون تدريبات قتالية دورية بغية السهدة في المدن العراقية التفاصيل في التقرير التالي على الرغم من تحرير جميع مدن البلاد من خطر التنظيم المتطرف إلى أن القوات العراقية لا تزال مستمرة في عملياتها العسكرية ضد داعش في الصحراء الغربية والبادية في الأنبار بعد ورود تحذيرات من وجود آلاف الدواعش هناك وكشف أوكار لهم يصنعون فيها العبوات الناسفة والألغام الأرضية والأحزمة الناسفة لشن هجمات إرهابية ضد أهداف في عدد من مدن العراق مصادر عسكرية داخل الأنبار أوضحة عدم إبعاد الإرهابيين من الصحراء والعمل على تطهيرها من المتطرفين إضافة إلى تدمير المعسكرات عن طريق العمل الاستخباراتي فإن السيناريو مهاجمة المدن سيعود مرة أخرى سيما بعد تضاؤل أعداد الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي عقب تحرير مدينة راوى والقائم ألتين تعداني آخر معاقل داعش في البلاد التهديد الذي يمثله داعش لسفاقة على العراق بل يمتد للحدود مع سوريا والأردن فتواجده بصحراء راوى بعد طرده من داخل القضاء وتمركزه بنحو ثلاثين كيلومترا يعد فرصة له لشن مخططاته الإرهابية ضد التولتين والمس بأمنهما ووفق سكان قرى تلك المناطق فإن مقاتلي داعش فروا من وادي حران في صحراء الأنبار قبل عشرة أيام والذي يضم طيات وتعرجات وعيرة تمكنه من الاختباء هناك وكان رئيس الوزراء العرقي أشار في تصريحات الأخيرة إلى تطهير 14 ألف كيلومتر مربع في منطقة جزيرة الغربية بمحافظة الأنبار مهلنا انتهاء داعش عسكريا أعادت الفرق الهندسية الحكومية في الموصل تشغيل معمل إسمنت حمام العليل الذي يعد أهم معاملها وذلك لدوره الرئيس في إعمار المدينة من الخراب الذي أصابها على مدى نحو ثلاث سنوات من احتلال داعش هذا المعمل عطله تنظيم لمنع الأهالي من الاستفادة منه في إعمار المدينة تقرير وسام يوسف بعد أن توقف لأكثر من ثلاث سنوات عن العمل أعيد تشغيل معمل إسمنت حمام العليل جنوبي الموصل وذلك لحاجة المدينة إلى هذه المادة من أجل عادة إعمار ما دمره داعش والحرب على هذا التنظيم الإجرامي حيث تستهلك المدينة كل يوم مئات الأطنان من هذه المادة بعد ما حصل تنظيم داعش على هذا المعمل وأراد أن يشغل لحسابه لم يستطع تشغيله وإستفاد منه وما اثره إلى تخريب بعض البناء التحتية بالمعمل من خلال الأضرار الميكانيكية والكهربائية والحمد لله بجهود ذاتية من المهندسين والكادر الفني استطعنا بفترة وجيزة إعادة الإعمار للمعمل وإرجاعوا على ما كان عليه خدمة للصالح العام الدمار الذي كان قد أحدثه داعش الإرهابي في هذا المعمل كان كبيرا جدا حيث سرق مقاتلوه الكثير من المعدات الكهربائية كما فجروا أجزاء من المعمل عندما دخلنا المعمل لأول مرة كانت حجم الخسائر كبيرة جدا تتراوح 80% من الخسائر الميكانيكية و90% من الخسائر الكهربائية وإضافة للأبنية والمنشآت الموجود داخل المعمل وضعنا خطة عمل اللي فاجأني بالعمل حقيقة هو اندفاع منتسبنا للعمل هذا المعمل كان متوقف طيل فترة داعش وأكثر من تلس سنة وسواته نصف متوقف عن العمل يعاد تأهيله مو بشيء هين يعني يعد معمل سمنت حمام العليل أول معمل تم تأهيله وتشغيله في الموصل بعد تحريرها حيث سوف يوفر مئات فرص العمل لأهالي هذه المناطق والطاقة الانتاجية ستكون من ضمن الطاقة المحددة التي كانت قبل بحدود 220-230 طن يوميا وإن شاء الله متواصلين على هذا الانتاج عملية الإعمار في هذا المعمل جاءت نتيجة الجهود التي بذلتها الفرق الهندسية في المدينة من أجل عادة الحياة إلى مسارها الصحيح بعد تحريرها إضافة إلى كونها خطوة تصب في تأهيل الجانب الاقتصادي الذي تضرر كثيرا خلال السنوات الثلاث المنصرمة باصل قصير ونوصل نشطنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية جوية في تاريخهما وهو ما وصفته كوريا الشمالية بأنه استفزاز شامل وذلك بعد أيام على تجربة بيونج يانج لأقوى صواريخها الباليسية العابرة للقارات تشارك في التدريبات التي تستمر لخمسة أيام مائتين وثلاثين طائر عسكرية على رأسها ست طائرات شبح أمريكية إضافة إلى عشرات آلاف الجنود سيركز الجانبان على محاكاة ضربات جوية دقيقة لأهداف وهمية نووية وصاروخية وقادفات متحركة لصواريخ كوريا الشمالية وستكون هذه هي المرة الأولى التي تحلق فيها ست طائرات شبح مقاتلة من طراز F-22 فوق أجواء كوريا الجنوبية في وقت واحد سلاح الجو في كوريا الجنوبية قال إن هذه المنورات الجوية تستهدف زيادة الفعالية القتالية لكل البلدين مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الولايات المتحدة تريد وضع كوريا الشمالية تحت الضغط من جهتها توعدت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية والولايات المتحدة بانتقام دون رحمة ردا على التدريبات الجوية المشتركة الأكبر على الإطلاق التي تجريها الحليفة وأضافت بيونج يانج أن القوات الأمريكية والكوريا الجنوبية تستعد لقصف 700 من الكيانات الرئيسية في كوريا الشمالية مما في ذلك المنشآت النووية وقواعد الصواريخ ذكرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أن بركان جبل أوغونغ في جزيرة بالي بدى هادئاً الاثنين إذ لم ينبعث منه سوى عمود رفيع من البخار وأشرت الوكالة إلى أن التحذير من البركان لا يزال عند أعلى مستوى منوهة إلى أن جزيرة بالي آمنة بالستثناء منطقة تمتد لمسافة قدرها عشرة كيلومترات أطلقت وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية نداء عالمياً يهدف لجمع الأموال لمساعدة نحو واحد وتسعين مليون شخص الأكثر عرضة للخطر بين نحو مائة وستة وثلاثين مليون شخص يتوقع أنهم سيحتاجون للمساعدة في ستة وعشرين دولة العام المقبل ويزداد بذلك عدد الأشخاص الذين سيحتاجون لمساعدة دولية في العالم بأكثر من خمسة بالمئة عن تقديرات العام الماضي قدرت الأمم المتحدة تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم العام المقبل بنحو 22 مليار ونصف المليار دولار وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أنه من المتوقع أن يحتاج مائة وستة وثلاثون مليون شخص في العالم العام المقبل إلى المساعدات الإنسانية والحماية بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2017 وذكر المكتب في مقره بجينيف إن أكثر المعوزين المعتمدين على مساعدات المواد الغذائية والأدوية والخيام ومواد إغاثة أخرى مهمة متواجدون في دول مثل سوريا واليمن وجنوب السودان وجاء تقييم المكتب بالنسبة لعام 2017 متباينا حيث قدم المجتمع الدولي مساعدات غير مسبوقة بقيمة 13 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي إلا أن الفجوة بين الدعم المقدم والحاجة الفعلية للدعم تواصل الاتساع بسبب ارتفاع عدد الأزمات على اختلاف أنواعها ويتوقع أن تستمر الكوارث الطبيعية المناخية مثل الجفاف والفيضانات في زيادة الاحتياجات الإنسانية لكن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أكد أن النزاعات وخصوصا الأزمات المستمرة منذ وقت طويل ستبقى المحرك الرئيسي للإغاثة في العام 2018 ويتصدر أحد النزاعات بشكل واضح الأزمات الأخرى فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية ويطالب النداء بسبعة مليارات وستمائة مليون دولار للرد على الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النزاع السوري الدامي أي أكثر من ثلث المبالغ المطلوبة للعام المقبل ويأتي اليمن الذي تمزقه الحرب ويواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم في المرتبة الثانية إذ تطالب الأمم المتحدة المانحين على التبرع بنحو مليارين وخمسمائة مليون دولار لتقديم المساعدة الملحة لأكثر الناس ضعفا في البلاد وتشمل الأزمات الأخرى التي تتطلب مبالغ كبيرة جنوب السودان الذي تنهشه الحرب الأهلية منذ 2013 وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا لكن فرصة الحصول على كل تلك المبالغ تعد ضئيلة فالعام الماضي لب المانحون نصف مبلغ النداء وقدموا 13 مليار يورو فقط من المساعدات في أنحاء العالم توقع خبير طبي أن يجري التوقف بشكل كامل عن إجراء عمليات زرع القلب يغضون عشرة سنوات بسبب الدور المحدود للتقنية في مساعدة المرضى وظهور تقنية حديثة أخرى للعلاج في إحدى المدن الصغيرة في جنوب إفريقيا قبل خمسين عاما نبض أول قلب مزروع في أول عمليات زراعة قلب في العالم لتصبح بعد ذلك إحدى أكثر العمليات شعبية أدى هذا الإجراء إلى ثورة في عالم الطب وأصبح لاحقا دكتور كريستيان بيرنار رائدا في جراحة القلب والأكثر شهرة عالميا بعد خمسين عاما من عملية زراعة القلب توقع البروفيسور ستيفن ويبستي من مستشفى جون راد في أوكسفورد التوقف بشكل كامل عن إجراء هذا النوع من العمليات في غضون عشر سنوات بعد صدور بيانات عن الجمعية البريطانية للقلب تظهر أن عدد المرضى الذين ينتظرون عملية زراعة القلب ارتفع بنسبة 62% خلال عقد من الزمن ويقول البروفيسور أن المسجد بين تقنيات الضخل التي تتولى وظيفة القلب في ضخ الدم للجسم والخلايا الجذعية المأخوذة من متبرعين لعلاج القلب قد يكون بديلا جديدا كما أن من شأنه أن يساعد عددا أكبر من المرضى مستقبلا ومن المتلقب أن يساعد حقن خلايا الجذعية في علاج مرض الشريان التاجي في فترة مبكرة فيكون ذلك عاملا يساعد المرضى على عدم بلوغ مرحلة يحتاج فيها إلى زرع قلب كامل فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل للعام الثالث على التوالي مشاركة شبابية واسعة في ماراثون الهجن بمدينة دبي أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت روبوت جديد يذهب للمدرسة بدلا من الطلاب طور العلماء روبوتا جديدا يمكن أن يساعد الطلاب عبر الإنترنت في التعلم بشكل أكثر كفاءة كما أنه يعمل على ربط الطلاب بالمدرسيين في الفصول الدراسية وزود الروبوت بشاشة لعرض الفيديو ويمكن التحكم فيه عن بعد كما يتيح للطالب التحرك في جميع أنحاء الفصل لرؤية معلمه وزملائه والتحدث معهم من مكانه في المنزل صحيفة النهار اللبنانية عنونة الجيم يحتوي على جراثيم أكثر من المرحاض كشفت دراسة حديثة أن معدات الجيم وصالات الألعاب الرياضية تحتوي على جراثيم أكثر من تلك الموجودة بمقعد المرحاض وشارت الدراسة إلى أن الجراثيم التي تحيط الفرد أثناء ممارسة الرياضة قد تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت سامسونج تستعد لإطلاق هاتف يتمتع بتقنية جديدة وثورية قالت شركة سامسونج أنها تعمل على تصنيع هاتف ثوري بدون حواف نهائيا وأوضحت الشركة أن الشاشة الرئيسية للهاتف الجديد ستتكون من مناطق منحنية ومقوسة في أعلى وأسفل وجانب الهاتف كما أن واجهة الهاتف ستخلو من الحواف لإفساح مجال أكبر أمام الشاشة إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت دم الإبل يصد العديد من الالتهابات الفيروسية قال علماء روس أن اكتشافاتهم في دم الإبل وتبيان أسراره ستساعدهم في استحضار عقاقير طبية جديدة وأضاف العلماء أن أجساما مضادة استخرجوها من دم الإبل أثبتت قدرتها على وضع حد لتطور العديد من الالتهابات الفيروسية انطلق الأحد ماراتون اليوم الوطني للهجن بنسخته الثالثة في مدينة دبي وشهد منافسات قوية بين أفضل راكب الهجن في الدولة والذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للعام الثالث على التوالي الزميل عطاء دباغ والتفاصيل للعام الثالث على التوالي ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الإماراتي مرثون الهجن بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله شاركنا العام يبنى مركز ثاني سنة بعديد مركز ثاني وأخوي سبق الحمد لله واشكال لأسحابة المشيوخ ما قسروا بهذه الاحتفالات من أول ما فتح الماراتون احنا كنا نشارك يعني من ثلاث سنوات احنا نشارك في الماراتون يعني ما ما يودنا يعني ركضنا قبل بس لكن ما ما يودنا رقام عام اخوي اي ثاني بس هنا الحمد لله اخوي اي الاول واخوي اي ثاني اي ثاني وان اي ثلاث عشر والد ام اي رابع الحمد لله هذا يعني هذا حظه نسيب مشاركة واسعة وحضور ملفت في نسخة هذا العام حيث شهدت المسابقة منافسة قوية بين اثنين واربعين من أفضل راكبي الهجن في الدولة قطعوا خلالها خمسة وعشرين كيلو مترا في سباق امتد قرابة الساعة انا اعتبر نسبة القبال القبال للناس المشاركين الجهزية ما بقي انا عدد ما يواصلي طالعام الى يركب لي على كيلو كيلوين ويتعب لكن السنة الحمد لله فيها قبال مشاركين حقيقيين اه اثنين واربعين مشارك والحمد لله كلهم واصلوا والهجن تقريبا سبعين بالمئة من جهوزيت اللي شفناها اليوم نحن جاهزات للماراتون والشباب جاهزين للماراتون اه الحمد لله رب العالمين السنة شفنا شفنا خبرات اكثر شفنا مشاركات اكثر الكل كان متجهز ومرتب عمره هذا كان واضح من او من خط الانطلاقة عادة في خط الانطلاقة اللي ما عندهم تكتيك ينطلقون بسرعة فتشوف في فاصل في فرق في مجموعتين السنة لا من بداء والسباق الكل مع بعض الكل ماسك ما يدفع يحاول يوفر جهده وجهد نعم للكيلوات الاخيرة نعم ويتم تنظيم هذا الماراتون تجسيدا لموروث شعبي اماراتي عريق يأتي في اطار سعي المركز لاحياء التراث ونشر هذه الرياضة واستدامتها بين الاجيال لدورها الذي كان ولا يزال كبيرا في حياة وثقافة المواطن الاماراتي على هذا المضبار تبارى شبان الاماراتيون بمرثون للهجن هو الثالث من نوعه ينظمه مركز حمدان بن محمد ليحياء التراث يقام احتفاءا بالموروث الشعبي والاماراتي بمناسبة العيد الوطني السادس والاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة عطاء الدباغ لاخباري الان دبي املا بانتهاء العنف في بلادهم ولإيصال رسالة المحبة والسلام للعالم انطلق ماراثون بغداد الدولي امس السبت بمشاركة 24 دولة عربية واجنبية من بينهم ابطال عرب وافريقيون وبحضور شخصيات رسمية ورياضية وشعبية وفنية تفاصيل اوفا في تقرير مراسلنا فواز فلاح من بغداد ماراثون بغداد السلام ها هو ينطلق في العاصمة العراقية لإيصال رسالة إلى العالم أن العراق ما زال ينبيض بالحياة فالماراثون حلم لمجموعة شباب بدأوا به منذ عام 2013 وهو اليوم يرى النور بعد سنين عجاف مرت على مدينة السلامة السنة الثالثة على التوالي شخصيا يشارك بماراثون بغداد للسلام عراق آخر ممكن لأن صراحة نحن بحاجة للسلام في كل العالم لكن بالعراق خاصة بعد مرحلة داعش والإرهاب والتطرف سعادة جدا كبيرة اليوم لأن العدد زاد العام كان ألف متسابق اليوم أكثر من 1500 متسابق شباب شابات أطفال كبار بالسن شخصيا هذا حدث مميز لا يمكن أن يفوت للسلام أنا كشاب عراقي هذه الفعالية تضيف لكثير أمور تضيف للأمل بعراق آخر ممكن مجموعة من المشاركين تنوعوا من كل الفئات العمرية وكل الجنسيات والطوائف فكلهم يحملون رسالة بين أيديهم هو بناء حلم يصنع واقعه الشباب هابعا بالنسبة للمشاركة اليوم بماراثون بغداد السلام رياضة ضد العنوف حبينا نشارك عنه نكسر كل القيود اللي تقيدنا أنه نركض بالشارع أو بأي مكان وحبنا نخليها الرياضة يعني هي موجودة يعني بدولتنا مثل ما هي موجودة بباقي الدول وإن شاء الله نقدر نسوي هذا الشي طبعا هانيا مشاركتي للسنة الثانية بماراثون بغداد السلام اللي هو ضمن فعالية المنتدى الاجتماعي طبعا أنا من شاركة بالعنصر النسوي حتى أحفز البنات العام شاركوا تقريبا بالعشرين ابنية هالمرة ازدادوا تقريبا نسعدوا فوق الثلاثين ابنية وإن شاء الله كل سنة نزيد أكثر وأكثر هنا مباس الشباب وهي أصلى رياضة ضد العنب دايشارك بيها الرجال الكبير بالعمر دايشارك بيها البنية دايشارك بيها الطفل العام حتى أذكر جابه يعني طفل بعده بلقماطوا بالعرابانا ويا أبو دايوركو يعني هاي الفعالية كلش حلوة طبعا هي كل سنة صيره بشهره 12 وإن شاء الله العراق بعدها بخير وأمن وسلام ونريد دائما العراق دائما إحنا الشباب نرفع اسم العراق نحو 1500 شاب وشابة من كل الطوائف والأعمار أثبتوا أن إصرار الشاب العراقي ينطلق من خط البداية لإعادة وبناء بلده من جديد ها قد انتهى الماراثون وهو حلم لكل العراقيين بأن ينتهي العنف في هذا البلد الذي عانى معناه متوحدين شبابا وفتيات في هذا الماراثون ماراثون السلام في بغداد ماراثون بغداد في السلام في مشهد لم تألفه مدينة طرابلس الليبية التي عانت ظروفا صعبة لسنوات عديدة انتشرت مؤخرا مواكب الدراجات النارية لتبث في طرقاتها روح الحياة من جديد وتنظر شبابها بغدا أفضل على طرق ليبيا المليئة بالحفر انطلقوا بدرجاتهم النارية يرتدون سطرات جلدية وخوذات وقايا مشهد غير مألوف في هذا البلد الذي لا يزال شعبه يحمل ندوب أزمة صعبة عاشها لسنوات أما الآن ففي طرابلس وحدها يوجد المئات من راكبي درجات النارية وهم جزء من مشهد متنام يشمل أشخاصا من مختلف أطياف المجتمع ينطلق راكب الدرجات النارية غالبا في مجموعات على درجاتهم الظاخرة من طراز هالي ديفيدسون وكاوساكي ويقول راكب الدرجات إن هوايتهم تساعد في تحسين مزاجهم وتنسيهم ما عنه وطنهم الذي أنهكته أعمال العنف والاضطرابات السياسية منذ عام 2011 أفكار جديدة يعني ما هياش تقريط الغرب فقط هي الحاجة هادي بغرصة في الشباب يعني الرايدر اللي هو السايق الدرجة النارية يعني من الصور تمت فيه يعني الحاجة هادي يعني ما هياش تجيب الفطرة يعني ما تجيش يعني واحد بشي يطلح من رأسه وخلاص طبعا نحن نحب هالهواية هدية وماشي معانا هنا في بلادنا في مدينتنا طرابلس ونتمنوا المزيد مثلا نحن نعطوا فكرة حتى للعالم أن نحن نرى ناس شعب متاع هواية وشعب نستعملوا في الأشياء هدية ونحبوها ونحبوا السلام ونحبوا الراحة ونحبوا الانسجام مع الناس ونحبوا العالم كله نحن نسجمين معاه في الهوايات هدية وعندنا تواصل حتى دول تانية كنا نمشوا لتونس نمشوا لمصر نمشوا لعدة الدول نمشوا بدرجات نحن النارية هدية ورغم التهول اقتصاد الليبي في السنوات الأخيرة فما زال بالإمكان استيراد المنتجات التي عليها الطلب ولا تزال المتاجر الفاخرة في بعض مناطق طرابلس تعرض الملابس والكماليات الرائجة وانتشرت مجموعات راكبي درجات نارية أيضا في مدن ليبية كبرى أخرى منها البنغازي والزاوية وفي خبرنا الأخير وصل فيلم الرسوم المتحرك الجديد كوكو تصدره لشباك تذاكر السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إرادات بلغت 26 مليون ومائة ألف دولار فيما احتل فيلم الحركة والمغامرات جاستس ليغ المركز الثاني بإرادات بلغت ستة عشر وسبعمائة ألف دولار قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين معارك صنعاء على شدها وقوات المؤتمر الشعبي تسيطر على مواقع حيوية بالعاصمة ردا على صاروخ بيونج يانج الأخير واشنطن وسول تجريان أكبر تدريبات عسكرية جوية في تاريخهما بعد ظهور تقنيات حديثة للعلاج عمليات زرع القلب قد تختفي في غضون عشرة أعوام وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار شكرا للمتابعة